أهلا بكم قرر مجلس الوزراء في جلسة اليوم برئاسة رئيس الوزراء دكتور عمر الرزاز الموافقة على نظام تظلم المستثمرين لسنة 2019 ويأتي النظام لوضع آلية شفافة لتمكين المستثمر المقدم لطلب التظلم من أي إجراء أو قرار أو امتناع صادر عن أي من الجهات الحكومية كما يأتي لغيات دراسة المعيقات التي تواجه النشاط الاقتصادي ولإيجاد آلية لتسوية نزاعات الاستثمار بين الجهات الحكومية والمستثمر وديا خلال مدة أقصاها ستة أشهر واتباع السبل الكفيلة بمعالجتها